بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة أرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي النموذج الثالث سأترك لكم أرابط لتحميل نموذج في صندوق الوصف وفي صفحتي على الفيسبوك راجع دروسك مع بشرة أمل ستجدون أيضا اختبارات مقترحة ومتوقعة بقوة للفصل الثاني للسنة الرابعة ابتداء جميع المواد في قائمة التشغيل في القناة سأترك لكم أيضا الرابط في صندوق الوصف لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت ومشاركة رابط الحصة لدعم بشرة أمل لدينا الآن التمرين الأول أنجز العمليات التالية عاموديا لدينا عملية ضرب عملية قسمة ولدينا أيضا عملية قسمة نبدأ أولا بعملية الضرب لدينا تسعمائة وخمسة وثلاثون في تسعة عشر نضع العدد الأول في الأعلى والعدد الثاني في الأسفل الآن لدينا تسعة في خمسة تسعة في خمسة تسعة زائد تسعة زائد تسعة زائد تسعة زائد تسعة يساوي كم يا أبطال ويساوي خمسة وأربعون أكتب خمسة هنا وأضع أربعة في الأعلى تسعة في ثلاثة يساوي سبعة وعشرون سبعة وعشرون زائد أربعة كم يساوي واحد وثلاثون أحسن ثم نكتب واحد وأضع ثلاثة هنا ثم لدينا الآن تسعة في تسعة تسعة في تسعة واحد وثمانون زائد ثلاثة زائد ثلاثة أربعة وثمانون نكتب أربعة وثمانون هكذا الآن لدينا نكتب صفر تحت رقم الوحدات هكذا ثم نكمل نقول خمسة في واحد أو واحد في خمسة يساوي خمسة واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في تسعة تسعة هذا الاحتفاظ يا أبطال ما نرجعش له خلاص إذن أضع زائد هكذا نجمع النتيجة الأولى زائد الثانية لدينا خمسة ستة سبعة تسعة زائد ثمانية يساوي سبعة عشر هذا فيما يخص العملية الأولى العملية الثانية لدينا عملية قسمة تسعمائة واثنان وثمانون تقسيم اثنان إذن ماذا سنفعل؟ لاحظوا معي هنا لدينا كم من رقم؟ لدينا رقم واحد فقط إذن نبدأ نختار رقم واحد هنا تسعة تسعة أولا أكبر أو أصغر من اثنان تسعة أكبر من اثنان إذن الآن نبدأ بالقسمة هنا تسعة تقسيم اثنان يعني تسعة وش حال فيها من اثنان أو لدينا هنا اثنان في عدد نبحث عن هذا العدد نجد تسعة أو عدد أقل من تسعة إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية التسعة لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة فيها كم أي أبطاء؟ فيها أربعة والباقي واحد إذن نكتب أربعة هكذا بعد ذلك أربعة في اثنان يساوي ثمانية نكتب ثمانية هكذا ثم أضع عملية طرح تسعة ناقص ثمانية تسعة ناقص ثمانية يساوي كم؟ يساوي واحد جيد دائما يا أبطال هنا في الباقي هذا يسموه الباقي بالنسبة للعملية الأولى إذا وجدنا واحد هنا أو عدد أصغر من هذا العدد الموجود هنا يعني راني صحيحة في هذا العدد إذا وجدناه أكبر يعني هنا لدينا خطأ وجدناه أصغر نعم الصحيح إذن بعد ذلك نقوم بإنزال رقم ثمانية هكذا أضعها بجانب واحد هكذا لدينا ثمانية عشر قسمة اثنان إذن لدينا الخطوة الأولى يكتب التلميذ هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هكذا أو الخطوة الثانية يقوم بكتابة جدول الضرب في اثنان لدينا اثنان لأن هنا لدينا قسمة اثنان اثنان في خمسة عشر اثنان في ستة اثنى عشر في سبعة أربعة عشر لدينا في ثمانية ستة عشر في تسعة اثنان في تسعة يساوي كم؟ يساوي ثمانية عشر إذن هنا لدينا ثمانية إذن هنا لدينا تسعة جيد تسعة في اثنان لدينا ثمانية عشر نكتب ثمانية عشر هكذا أضع هكذا ثمانية عشر ناقص ثمانية عشر كم؟ نبدأ بعامود الوحدة ثم العشرات لدينا السفر لدينا السفر هل نتوقف؟ لا لا نتوقف هنا يا أبطار ما زال رقم إذن في هذه الحالة هل أقوم بقسمة سفر تقسيم 2 لا مدام وجدنا هنا سفر أقل من 2 يعني راني صحيحة هنا إذن ماذا سنفعل نقوم بإنزال 2 هكذا نقوم بإنزال 2 يا أبطال 2 تقسيم 2 أي عدد هنا 2 تقسيم 2 5 تقسيم 5 7 تقسيم 5 يساوي 1 إذن نكتب هنا 1 هكذا 1 في 2 يساوي كم يساوي 2 هكذا نضع نقص الصفر وجدنا الصفر كملت هنا الأرقام خلاص انتهت نعم إذن نتوقف ويكون إنجاز العملية هكذا لدينا الآن العملية الثالثة عملية قسمة لدينا قسمة عدد على عدد مكون من رقمين 3485 قسمة 17 هنا لدينا كم من رقم 1-2 هل أأخذ رقم 1 فقط لا نأخذ كم من رقم 1-2 جيد دائما نبدأ من اليسار إلى اليمين يا أبطال لدينا 34 تقسيم 17 كيف سنجد النتيجة إذن هنا الطريقة الأولى يقوم التلميذ بكتابة مضاعفات 17 كتابة مضاعفات القاسم يعني هكذا جدول الضرب في 17 17 في 1 يساوي 17 17 في 2 يساوي 34 وجدنا 34 34 نعم إذن نكتب هنا 2 بعد ذلك 2 في 17 لدينا 34 نضع هكذا عملية طرح 4-4 3-3 جيد ثم بعد ذلك لدينا هنا السفر أصغر من القاسم من 17 يعني هنا العدد أو النتيجة صحيحة يا أبطال نكمل الآن لدينا السفر أقوم بإنزال رقم 1 فقط رقم 1 فقط لدينا 8 قمنا بإنزال 8 لدينا هكذا 8 8 تقسيم 17 8 أصغر من 17 نعم إذن مباشرة في هذه الحالة نكتب سفر لا أقوم بإنزال 5 لا يا أبطال هنا إذا كان عندي رقم 1 وجدنا هنا مثلا 3 أصغر من 17 في بداية الأمر أو أول خطوة ما عليش نأخذ كم من رقم 1 أو 2 لكن هنا هل أقوم بأخذ الرقم الأول ورقم الثاني لا يا أبطال إذن 8 أصغر من 17 يعني لدينا السفر سفر في 17 كم يا أبطال ويساوي السفر وهكذا نضع عملية طرح 8 ناقص 0 يساوي الثمانية ماذا سنفعل الآن أقوم بإنزال 5 هكذا أضع وهنا جيد 5 إذن الآن لدينا العدد 85 85 قسم 17 نكمل مع مضاعفات نعم مضاعفات القاسم مضاعفات 17 لدينا 17 في 3 يضع التلميذ لبأس في ذلك عملية الضرب عموديا إذن 17 في 3 51 هنا 17 عفوا 17 في 4 يساوي كم يا أبطال يساوي ثمانية وستون 17 في 5 يساوي خمسة وثمانون إذن لدينا هنا خمسة وثمانون هنا لدينا خمسة وثمانون أنا أتوقف إذن هنا لدينا في خمسة أكتب خمسة هنا بعد ذلك 5 في 17 وجدنا كم وجدنا خمسة وثمانون ونكتب هنا عملية الطرح لدينا السفر السفر إذن هنا لدينا الباقي السفر كملنا مع الأرقام هنا أخلاص نعم كملنا إذن نتوقف ويكون حل التمرين الأول هكذا نشوفه مع بعض التمرين الثاني التمرين الثاني الآن أكمل ملء الفراغ بالعدد المناسب هنا يا أبطال لدينا 2 هيكتوليتر وثمانية ديكاليتر هنا مطلوب من التحويل لليتر إذن لدينا لتر 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 ديكاليتر سنستعين هنا بجدور قياس السعات لدينا جدور قياس السعات هكذا أولا 2 هيكتوليتر وثمانية ديكاليتر مطلوب من التحويل لليتر نكتب 2 هيكتوليتر نكتب 8 ديكاليتر هكذا في سطر واحد لباسة في ذلك التحويل لليتر يعني نكتب هكذا إذن لدينا 280 بطريقة أخرى نشوف 2 هيكتوليتر نحولها قبل للتر ثمانية ديكاليتر نحولها قبل للتر بعد ذلك نجمع إذن 2 هيكتوليتر نحولها للتر هكذا ثمانية ديكاليتر نحولها للتر إذن لدينا هنا 200 لدينا 80 نجمع 200 زائد 80 ويساوي 280 إذن لدينا الآن 632 ديكاليتر 632 ديكاليتر هنا لدينا الوحدة ديكاليتر نقوم بكتابة رقم الوحدات في هذه الخانة في خانة الديكاليتر لدينا 236 هكذا يا أبطال التحويل للتر نمشي هكذا بإضافة أصفر نضيف سفر واحد فقط لدينا 6320 6320 الآن 100 لتر مطلوب منه التحويل للديكاليتر نكتب أولا 100 لتر في الجد والرقم الوحدات سفر هكذا سفر واحد التحويل للديكاليتر إذن أين هي خانة الديكاليتر هكذا جيد هكذا إذن نأخذ هذا الرقم السفر والأرقام التي بعده لدينا 0 واحد فقط إذن لدينا عشرة ويكون حل التمرين الثاني هكذا نشوفه مع بعض الآن يا أبطال التمرين الثالث لدينا الآن التمرين الثالث مربع محيطه 48 سنتيمتر أحسب مساحته مطلوب منه حساب مساحة المربع إذن كيف سنقوم بحساب مساحة المربع يا أبطال تابعوا معي نتذكر أولا شكل المربع لدينا المربع هكذا في المربع لدينا كم من ظلع سأقوم برسم عشوائي فقط في المربع لدينا كم من ظلع لدينا أربعة الأضلاح هنا ما بها الأضلاح متقايسة يعني لها نفس الطول الطول الظلع الأول يساوي طول الظلع الثالث يساوي طول الظلع الثالث يساوي طول الظلع الرابع محيط المربع القاعدة الخاصة بمحيط المربع يا أبطال لدينا طول الظلع الأول زائد طول الضلع الثاني زائد طول الضلع الثالث زائد طول الضلع الرابع سنجد المحيط بما أن الأضلاح هنا متقايسة مباشرة نكتب محيط المربع يساوي الضلع في أربعة هذا هو محيط المربع لدينا محيط المربع يساوي كم؟ يساوي ثمانية وأربعون نكتب لا بأس في ذلك سنتيمتر إذن لدينا ثمانية وأربعون يعني الظلح هنا مشهول طول الظلح مشهول عدد في أربعة لدينا يساوي 48 مطلوب مننا ماذا؟ مطلوب مننا مساحة المربع مساحة المربع القاعدة الخاصة بمساحة المربع وهي الظلح في الظلح إذن لإيجاد مساحة المربع يجب أن نجد طول الظلح إذن إيجاد طول الظلح ماذا سنفعل؟ لدينا عدد في أربعة يساوي 48 نجد هذا العدد لإيجاد العدد نضع عملية قسمة 48 قسمة 4 نضع عملية القسمة هكذا لدينا هنا رقم واحد أأخذ رقم واحد هنا أربعة يساوي أربعة مدام عندما نجد يساوي أو أكبر يعني لأأخذ الرقم الثاني أربعة قسمة أربعة لدينا واحد واحد في أربعة 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 ناقص أربعة سفر الآن أقوم بإنزال ثمانية ثمانية تقسيم أربعة يعني ثمانية وشحال فيها من أربعة؟ فيها اثنان اثنان في أربعة يساوي كمية أبطال؟ يساوي ثمانية الآن ثمانية ناقص ثمانية لدينا صفر لدينا الباقي صفر الأرقام هنا خلاص كملت معها إذن الآن العملية تتوقف إذن لدينا النتيجة 12-12 وهو طول الظلع وجدنا الآن طول الظلع 12 سنتيمتر لدينا القاعدة الخاصة بمساحة المربع الظلع في الظلع إذن الآن لدينا تطبيق عددي يعني أضع طول الظلع 12 لدينا في 12 سنجد المساحة 12 في 12 يساوي 144 144 ماذا يا أبطال نضع الوحدة سنتيمتر مربع فيما يخص المساحة نكتب رقم 2 فوق الوحدة ونقرأ هكذا سنتيمتر مربع إذن هذا فيما يخص حلق التمرين الثالث الآن لدينا التمرين الرابع أكتب وصفا للشكل التالي لدينا هذا الشكل إذن الشكل يتكون من دائرة ومثلث أيضا هل نتوقف هنا فقط لا نكمل ما به هذا المثلث نلاحظ أن لدينا المثلث قائم وأيضا ماذا لدينا أفضلع الأول ولدينا أفضلع الثاني أفضلع الأول لدينا نصف القطر لدينا أفضلع الثاني أيضا نصف القطر هكذا يمكن يكون نصف القطر نصف القطر نصف القطر هنا لدينا نصف القطر وهنا أيضا نصف القطر إذن هنا ظلعاء المثلث هما نصف قطري الدائرة بما أن هنا لدينا ظلعاء المثلث هما نصف قطري الدائرة يعني هنا الظلع الأول والظلع الثاني ما بهما الطول هنا لدينا لهما نفس الطول الجيد نستنتج أن المثلث متساوي الساقي وقائم إذن الآن نكمل لدينا الرأس هذا الرأس ماذا يمثل بالنسبة للدائرة إذن نستنتج أيضا أو نلاحظ هنا أحد رؤوس المثلث يعتبر مركز الدائرة إذن الآن نقوم بكتابة الوصف الشكل يتكون من دائرة ومثلث قائم وأيضا يا أبطال جيد أحد رؤوس المثلث يعتبر مركز الدائرة ظلعاء المثلث هما نصف قطر الدائرة هذا فيما يخص التمرير الرابع الوضعية الإدماجية الآن يملك الأب مبلغ خمسة آلاف دينار جزائري وزع نصفه على أبنائه الأربعة بالتساوي واشترى كتابين بثمانمائة دينار جزائري للكتاب الواحد وقاموسا بسبعمائة دينار جزائري أولا ما هو المبلغ الذي سيأخذه كل ابن ثانيا ما هو ثمن المشتريات ثالثا هل يكفيه المبلغ المتبقي لشراء مشلة بثلاثمائة دينار جزائري ولماذا إذن هنا لدينا نص المشكلة الآن نفهم قبل يا أبطال ونقوم بتمثيل المعطيات بعد ذلك سننجس العمليات أول خطوة سنقوم بتمثيل المبلغ هكذا يا أبطال لدينا نعتبر هذا الخط ككل وهو خمسة آلاف دينار جزائري هنا نكمل وزع نصفه نصف هذا المبلغ هذا النصف فقط هذا يا أبطال وزع نصفه على أبنائه الأربعة بالتساوي الابن الأول الثاني الثالث الرابع بالتساوي نكمل واشترا كتابين بقي له هذا المبلغ بقي له النصف هنا لدينا النصف الأول وزعه على أبنائه الأربعة بالتساوي بقي له هذا المبلغ هذا المبلغ بهذا المبلغ اشترى ماذا؟ اشترى كتابين يعني لدينا هنا كتاب رقم واحد لدينا كتاب رقم اثنان واشترى أيضا واشترى قاموس أحسنتم هنا كل كتاب ثمن الكتاب الواحد ثمانمائة ثمن الكتاب الثاني ثمانمائة ثمن القاموس سبعمائة هذه هي مشتريات الأبناء إذن يا ترى هل بهذا المبلغ ككل اشترى الكتابين والقاموس أم لا؟ إذن لا نعلم إذن الآن لدينا ما هو ثمن المشتريات؟ نتحدث عن الكتاب، عن الكتاب الثاني وعن القاموس السؤال الثالث هل يكفيه المبلغ المتبقي لشراء؟ مجلة؟ نعم أو لا؟ سنجيبه عن السؤال الأول أولا ثم نجيب عن السؤال الثاني لدينا وزع نصف ما يملك نصف خمسة آلاف على أبنائه الأربعة بالتساوي إذن أول خطوة نشوفه نحن مع بعض يا أبطال نصف خمسة آلاف كم؟ لإيجاد النصف نقسم على اثنان خمسة آلاف تقسيم اثنان سنجد هذا المبلغ خمسة آلاف تقسيم اثنان سنجد ألفان وخمسمائة هذا وهو نصف ما يملك جيد هذا ألفان وخمسمائة قام بتوزيع هذا المبلغ على أبنائه الأربعة توزيع يا أبطال يعني لدينا عملية قسمة جيد أقسم هنا لدينا ألفان وخمسمائة تقسيم أربعة جيد سنجد هنا أو سنجيب عن السؤال المبلغ الذي سيأخذه كل أبن ننجز العملية الأولى ثم الثانية ونكمل إذن نضع العملية هكذا ونجد نصف المبلغ الذي وزعه الأب على أبنائه الأربعة لدينا خمسة آلاف تقسيم اثنان لدينا رقم واحد سنقض رقم واحد خمسة تقسيم اثنان يعني خمسة وش حال فيها من اثنان فيها اثنان فقط اثنان في اثنان لدينا أربعة هكذا نضع خمسة ناقص أربعة لدينا واحد واحد أصغر من القاسم يعني رانسح نكمل الآن واحد أقوم بإنزال السفر هكذا لدينا عشرة عشرة قسم اثنان يعني عدد في اثنان نجد عشرة لدينا خمسة خمسة في اثنان لدينا عشرة هكذا السفر نضع السفر السفر بعد ذلك أقوم بإنزال السفر هكذا أقض ثم سفر تقسيم اثنان سفر قسم اثنان لدينا يساوي السفر هكذا يا أبطال سفر في اثنان يساوي السفر هنا نكمل مع الرقم الرابع لا أقوم بإنزال السفر هنا يا أبطال لا في هذه الخطوة لا أقوم بإنزالي هنا أقوم بإنزال السفر الرابع هكذا سفر لدينا قسمة 2 أي عدد أو سفر قسمة أي عدد يساوي سفر جيد سفر في 2 يساوي سفر هكذا نضع عملية طرح كملنا مع جميع الأرقام الأبطال الآن نعم إذن لدينا النتيجة 2500 وهو المبلغ الذي قام بتوزيع الأب على أبنائه الأربعة بالتساوي الخطوة الثانية الآن نشوف كل ابن وكم أخذه لدينا الآن 2500 قسمة أربعة إذن لدينا هنا رقم واحد أأخذ رقم واحد أولا إثنان إثنان نلاحظ أن إثنان أصغر من أربعة نشوفهم على الرقم لبعده يعني خمسة وعشرون خمسة وعشرون قسمة أربعة نضع جدول الضرب في أربعة نجد لدينا أربعة في ستة أربعة وعشرون أربعة في سبعة كمية أبطال يساوي ثمانية وعشرون إذن نأخذ أربعة في ستة هنا لدينا ستة ستة في أربعة أربعة وعشرون أكتب أربعة وعشرون هكذا أضع عملية طرح خمسة وعشرون ناقص أربعة وعشرون لدينا يساوي واحد جيد واحد أصغر من أربعة يعني رانسحه أقوم بإنزال سفر رقم واحد فقط يا أبطال أقسم عشر تقسيم أربعة كم عشر تقسيم أربعة يعني عشر وش حال فيها من أربعة فيها اثنان اثنان في أربعة ثمانية جيد إذن لدينا اثنان عفوا بعد ذلك اثنان في أربعة لدينا ثمانية هكذا نطرح عشر ناقص ثمانية هنا أطرح بالإضافة عشر هكذا ناقص ثمانية يساوي اثنان هنا لدينا واحد ناقص واحد يساوي السفر جيد إذن اثنان أصغر من أربعة يعني نرى نصحه هل أقسم اثنان تقسم أربعة وأضع السفر لا نشوفه قوم بإنزال الرقم الرابع هكذا لدينا عشرون هنا لدينا عشرون عشرون قسم أربعة أضع جدول الضرب في أربعة لدينا خمسة إذن بعد ذلك خمسة في أربعة يساوي عشرون إذن عشرون ناقص عشرون لدينا السفر كملنا خلاص مع هنا الأرقام نعم إذن لدينا النتيجة ستمائة وخمسة وعشرون يعني المبلغ الذي سيأخذه كل ابن كمية أبطال لدينا ستمائة وخمسة وعشرون دينار جزائري إذن أجبنا عن السؤال الأول لدينا الآن السؤال الثاني ما هو ثمن المشتريات اشترأ الأب ماذا يا أبطال اشترك كتابين ثمن كل كتاب ثمانمائة ثمانمائة ثمن ألقامو سبعمائة لدينا ثمن المشتريات نضع مباشرة ثمانمائة زائد ثمانمائة زائد سبعمائة لدينا الآن ثمن المشتريات وهو ألفان وثلاثمائة دينار جزائري السؤال الثالث الآن هل يكفيه المبلغ المتبقي لشراء مجلة بثلاثمائة دينار جزائري ولماذا إذن يا أبطال هنا الأب قام بتوزيع نصف المبلغ ألفان وخمسمائة دينار جزائري على أبنائه الأربعة بقي له يعني نصف المبلغ الآخر وهو ألفان وخمسمائة ألفان وخمسمائة اشترى بها كتابين وقاموس ثمن كل المشتريات وجدنا ألفان وثلاثمائة جيد هنا بقي له مبلغ نعم ما هو هذا المبلغ الذي بقي عند الأب وهل يكفيه لشراء مجلة إذن أولا سنعرف المبلغ الذي بقي إذن أولا سنعرف المبلغ المتبقي كم بعد ذلك نقارن لدينا المبلغ المتبقي ولدينا ثمن المجلة وهو ثلاثمائة إذا كان المبلغ المتبقي أكبر من ثمن المجلة يعني هنا نعم يستطيع شراء المجلة إذا وجدنا أقل يعني هنا لا يستطيع يعني لا يكفيه المبلغ لشراء المجلة إذن سنجد أولا المبلغ المتبقي أضع ألفان وخمسمائة ناقص ألفان وثلاثمائة نضع عملية الطرح هكذا لدينا ألفان وخمسمائة ناقص ألفان وثلاثمائة نجد مئتان وهو المبلغ المتبقي بعد ذلك نقارن لدينا ثمن المجلة وهو ثلاثمائة دينار جزائري المبلغ المتبقي مئتان إذن نلاحظ أن لدينا ثلاثمائة أصغر من مئتان نستنتج ماذا يا أبطال؟ هل يكفيه المبلغ المتبقي لشراء المجلة؟ لا يكفيه المبلغ المتبقي لشراء المجلة إذن هو يكون حل الوضعية الإدماجية هكذا طبعا هنا قدمت لكم هذا الوضعية باش يتدرب التلميذ أكثر على حل الوضعيات يتعلم متى أضع عملية قسمة متى أضع عملية ضرب لكن مستبعد جدا أن يكون وضعية إدماجية هكذا في اختبار الفصل الثاني إذن هنا تكون خلاص تمعانا حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته